عشر سنين بقى عبل ما يقوم النادي الاهلي تاني مش كلام ده حصل؟ بل في زيادة كمان ان في البعض هاجم اللعيبة هاجم الجهاز الفني وهاجمهم بعنف وقاسع عليهم وإحنا في بعض الفترات قاسنا عليهم بس لازم اللعيبة دي تاخد حقها لازم المنظومة تاخد حقها لازم الكابت محمود الخطيب ياخد حقه لازم مجلس زارة النادي الاهلي ياخد حقه لازم الجماهير العظيمة اللي مهما اتكلمت عنها مش حاضروا فيها حقه يعني بعد ربنا وفضله وتوفيقه جمهور الاهلي العظيم هو صاحب الانصرات ده احنا شفنا ملحمة ملحمة في 3-4 متشات في اسبوعين 3 من جمهور النادي الاهلي وبين لعيبة النادي الاهلي ملحمة تاريخية ما يعملاش جمهور النادي الاهلي ليه؟ وهنروح بعيد ليه؟ الـ 2500 شخص من جمهور النادي الاهلي في مباراة الوداد هناك طبعاً 60 ألف متفردج مش عايزة اقول لكم التشجيع احنا يعني ما بندرش تسمع اللعيبة مع بعض ما بندرش تسمع في الملعب هم بيقولوا البعض ما بندرش تسمع إنما الـ 2500 بتوع جمهور الاهلي بعد هدف الوداد هو اللي كان صوتهم مسموع هم اللي كانوا بيشدوا من أذر لعيبة النادي الاهلي هم اللي رجعوهم تعالوا لسه الماتش شغال انتوا إن شاء الله الأبطال وتشجيع جنوني من 2500 واحد ادوا درس في الملعب لجمهور الوداد ادوا درس في الملعب للجمهور عامة سواء الجماهير العربية أو الجماهير الأفريقية أو حتى الجماهير المحلية هو ده جمهور النادي الاهلي ومش عايز نفرح لازم أفرح ده نقعد أفرح كتير جدا ده أنا بطولة كنت قابقة أو صينة أو أدنى من الخروج بقيتنا البطر ده أنا هقول لحضراتكم على حاجة إحنا بعد لما قالك إيه مش هتوصلوا لدور التمانية والحمد لله رب العالمين كملنا وكملنا الدور التمانية قالك لا إنتوا خلاص الماتش الجاي آخر ماتش ليكم كملنا وكسبنا وكسبنا الرجاء وكسبنا التراجي وعدنا قالك بقى خلاص بقى أنتوا دخلتوا على يا سانداونز يا الوداد والاتنين هتخسروا لا محالة هتخسروا لا محالة ووضوا البطولتين خلاص وضوا البطولة للناديين يا سانداونز يا الوداد وبعد الجول اللي هنا والجول ده كان علامة فرقة جدا 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 في تحويل البطولة خلي بقى لحضراتكم الجول ده لو حللناه كويس جول الوداد اللي جي في مصر اتنين سفر غير اتنين واحد بس لما تيجي حضراتك تحسبها تحسبها المين لا ده الجول ده هو اللي زود الدوافع عند لعبة النادي الأهلي جول الوداد فينا بدل ما كانت النتيجة اتنين سفر لاتنين واحد كتير جدا زعلوا زعلوا كتير جدا 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 من النص حتى اللعيبة طالع من الملعب حتى وشها في الأرض بس اللعيبة دي لما عملت كده كلنا حسينا ان البطولة دي ان شاء الله صالح النادي الأهلي الجول ده هو اللي كان نقطة التحول جول الوداد فينا هنا في مصر كان نقطة التحول عارفين اتنين سفر كان ممكن كان ممكن يدي الإحساس شوية لعبة النادي الأهلي ان المهمة صعبة هناك على الوداد انما الجول ده لا خلى التركيز زيادة خلى الدوافع أزيد خلى لعبة النادي الأهلي عندها العزيمة والإصرار والتركيز انها تجيب اللقب من هناك وده اللي حصل فليما نفرحش نفرح ونتبسط ونبقى سعداء بفرقتنا ونبقى فخورين ان احنا أهلوية ده بقول لحضراتكم مصدر السعادة مصدر البهجة مصدر الضحكة دلوقتي النادي الأهلي دلوقتي النادي الأهلي فلي ما نفرحش نسكت نزعل هم عايزيننا كده هم عايزيننا نزعل نزعل، لإيه ولله الحمد الحمد لله رب العالمين دايما النادي الأهلي ما بيقفش عنده تموح معين او ما بيقفش على انه يكسب بطولة معينة لأ طول عمرنا كده على فكرة طول عمر تاريخ النادي الأهلي كده طول عمر النادي الأهلي كده اتعودنا على كده وجماهيرنا تعود على كده هو حتقولي هو في فرقة بتاخد كل البطولات؟ لا، ما فيش. ولكن لعبة النادي الأهلي والنادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي عودوا جماهرهم على كده. إن إحنا بقدر الإمكان أي بطولة بنخشها، أي بطولة بنخشها، بنلعب على البطولة نفسها. التحدي بتاعنا إن إحنا نجيب البطولة. مش إن إحنا نطلع تاني. ده في ناس غيرنا، في ناس غيرنا بتطلع بتجيب بطولة كل خمس ست سنين بيفرحوا عليها سنتين. مش عايزنا نفرح ببطولاتنا، داخلين أربعة بطولات جيبنا لأربعة بطولات الحمد لله رب العالمين. عايز توقف فرحتي ليه؟ لا نفرح، نتبسط، واللعيبة تفرح وتبسط، بس لما تخشت الملعب تركز. لأن في بطولة مهمة ضاعة مننا بفعل فاعل بقى لها سنتين. هتجاب، واللعيبة النادي الأهلي دي هتجيبها. لسه البطولة ما تحسمتش، إحنا وراهم إن شاء الله لحد ما يجيبوها. وعندنا أهداف كتير، ومستر كولر عنده أهداف كتير. إن أنا عايز أحسم المسابقة بدري شوي. لأنه هو هيبقى عنده تجهيزات، وعنده حضرات السنة الجديدة، حيريح ناس. حيدي الفرصة لبعض اللعيبة اللي ما بتلعبش إنها تشارك بصفة أساسية. ففيه أهداف تانية للمرحلة اللي جاية. فيه دوافع كتيرة جاية. فيه سنة جديدة صعبة جداً جداً. هنتكلم فيها بعد كده مع ديوفنا. مليانة مليانة بطولات من أول شهر ثمانية من أول السوبر أفريقي. كاس السوبر أفريقي، المباراة للبطولة بتاع السوبر الأفريقي. للبطولة كاس العلم للأندية للبطولة كمان الأفريقية بعد كده. أنت عندك معمع وعندك دوري وعندك كاس. يعني عندك بطولات كتير جداً 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 مختلفة. الناس اللي تقول لك ده دوري ضعيف. ده البطولة ضعيفة. بطولة أفريقيا ضعيفة. طب ماشي. بما أن ساعتك بتقول إن بطولة أفريقيا ضعيفة. بتطلع ليه من دور المجموعات؟ يعني كل مرة بتطلع من ليه من دور المجموعات؟ متى ما بتكملش. بما أنها ضعيفة. ما بتكسبهاش ليه؟ ليه ما بتكسبهاش؟ يقول لك ده بطولة الدوري ضعيفة. ده البطولة العربية أقوى من بطولة أفريقيا. ماشي يا سيد. وريني. واني اشتطرتك انا معاك بطولة مع البطولة العربية دي المفروض كان النادي الاهلي حيشارك فيها ولكن النادي الاهلي اعتذر علشان كتر الارتباطات مع كامل احترامنا الاتحاد العربي وان البطولة العربية ولكن لما تلاقي بقى حد يقولك ايه لا ده البطولة العربية اقوى من بطولة الافريقية اصلا البطولة الافريقية دي ضعيفة طب ما انت كنت في البطولة الافريقية ما خدتاش ليه أصل بطولة الدوري مفهاش منافسة. طب بطولة الدوري مفهاش منافسة ليه؟ هو داعي بالنادي الأهلي؟ ولا لعب فيك إنت؟ ما أنا عايز أفهم. لما ويجي يطلع نجم المفروض ليه تقلق؟ يقولك إيه؟ ده بطولة الدوري بطولة ضعيفة جداً ومفهاش منافسة. طب داعي بمين؟ عارف المنافسة هتبقى موجودة إمتى؟ أقول لحضراتكم المنافسة هتبقى موجودة إمتى؟ في الدوري العام؟ لو النادي الأهلي ماشي. لو النادي الأهلي انسحب. تفضلوا لعابه؟ أه المنافسة هتبقى موجودة. إنما طول ما النادي الأهلي موجود مفيش منافسة. يأم يتخذ الدوري زي ما اتخذ السنتين اللي فات. وطالما بنتكلم عن المنافسة تعالوا أقول لحضراتكم بالورقة والألم. بالورقة والألم. بطولات النادي الأهلي المختلفة. ونقولها. نخش تعالى البطولة الأفريقية. دوري الأبطال. دوري الأبطال اتلعب 59 مرة. النادي الأهلي المصري. الأكثر تتويجاً بـ 11 لقب. بالنسبة كام؟ 19%. من جميع أنديت أفريقيا هو النادي الأهلي يوخيضها 11 مرة. بالنسبة 11% اكترب من 20%. طيب كاسي الكوس الأفريقية. دي اتعاملت أو قيمة 29 مرة. النادي الأهلي الأكثر تتويجاً برضو. أربع مرات. بالنسبة 14%. عشان اللي بيتكلموا بس على الأرقام. طيب كاسي السوبر الأفريقي. كل دا احنا بنتكلم في بطولة أفريقيا. 31 مرة. النادي الأهلي الأكثر تتويجاً. تمام مرات. نسبة كام؟ 26%. خلصناً بالبطولات الأفريقية. أنت مفيش منافسة هو. بالأرقام. خشت على البطولات المحلية. الدوري 63 مرة. تلعب 63 مرة. النادي الأهلي الأكثر تتويجاً. 42 لقب و43 في الطريق إن شاء الله. بنسبة 67%. كاس مصر تلعب 90 مرة. النادي الأهلي الأكثر فوزاً بـ 38 بطولة. بنسبة 42%. كاس السوبر المصري أقيم 20 مرة. النادي الأهلي الأكثر تتويجاً. بـ 13 لقب من 20 لقب. بنسبة كام؟ 65%. فين المنافس؟ فين الأقلاب الثانية غير النادي الأهلي؟ الأهلي بصراحة هو القطب الأوحد للكرة المصرية. النادي الأهلي زعيم الكولر عربية والكرة الأفريقية. النادي الأهلي في مكان لوحده تماماً بدون منافس. ودائماً ما ينادي النادي الأهلي. هل من منافس؟ ولكن تأتي الإجابة دائماً بالصمت. يوجد الناد الأهلي. وهل من ظهر النادي الأهلي.